وقع القصف المدفعي المتبادل ذروة انتصارات النظام السوري وحلفائه على جبهات ريف حلب الجنوبي تحت الغطاء الجوي الروسي كانت قبل نحو أسبوعين عندما نجحوا بالتقدم في بلدات وقرى استراتيجية أبرزها بلدتا الحاضر والعيس ليصبحوا على مقربة من أتوستراد حلب دمشق وليهددوا بالالتفاف على معاقل المعارضة الأساسية في محافظة إدلب وريف حما لكن النظام وحلفائه لم يتمكنوا من الاحتفاظ بالسيطرة على هذه المناطق وهم منذ أيام يواصلون خسارة موقع تلو الآخر وآخرها بلدة تلباجر ومن هذه البلدة نشرت جبهة النصر شريطا مصورا من الجو قالت إنه يظهر التمهيد المدفعي والصاروخي وفرار قوات إيرانية خلال معركة جيش الفتح لاستعادة السيطرة على تلباجر وبلدات أخرى في محيطها وعين جيش الفتح على استرجاع بلدتي العيس والحاضر الاستراتيجيتين والتين في حال استرجعهما يكون قد انتزع من النظام وحلفائه الإنجاز الأبرز الذي حققه على جبهة ريف حلب الجنوبي بمؤازرة الطيران الروسي جبهة ريف حلب الجنوبي توليها إيران أهمية قصوى فعليها قتل نحو ستين من قادة الحرس الثوري وعناصره منذ أوائل تشرين الأول الماضي وعليها أصيب بجروح قبل أيام قائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني بحسب مصادر قريبة من النظام وإليها أيضا عاد سليماني بعدما تعافى كما ذكرت المصادر نفسها وبحسب صحيفة تايمز البريطانية فإن الإيرانيين يقودون معركة ريف حلب الجنوبي أما المقاتلون فهم خليط من الإيرانيين والعراقيين واللبنانيين والأفغان بحسب الصحيفة جبهة النصر التي قالت إنها قتلت واعتقلت عددا منهم نشرت صور بطاقات قالت إنها تعود لمقاتلين غير سوريين على هذه الجبهة كما أعلنت أنها اعتقلت عنصرا إيرانيا ريف حلب الجنوبي مقاتلو جيش الفتح خسروا كذلك قيادة مهمة على هذه الجبهة الحساسة فهنا الكل يقاتل وكأنها معركة حياة أو موت وتجرع كأس الهزيمة لن يكون سهلا على أي من الطرفين